عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية تركيا بدعوة من الجنرال ماتين غوراك رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية تركيا بدعوة من الجنرال ماتين جوراك رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة التركية والتي استمرت لعدة ايام حيث اجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرص الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وتركيا وعقد الفريق اسام عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة جلسة مباحثات موسعة مع رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة التركية تناولت علاقات التعاون العسكرية والازمات الاقليمية والدولية المؤثرة على الامن القومي لكل البلدين وتوافق الرؤى ووجهات النظر تجاهها وعلى صعيد الزيارة التقى رئيس اركان حرب القوات المسلحة بالسيد ياشار جولر وزير الدفاع التركي حيث نقل له تحيات وتقدير الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي فيما اشاد وزير الدفاع التركي بتوافق الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري المصري التركي مثمنا الدور المصري المؤثري والفاعل بمنطقة الشرق الاوسط كما التقى الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية واستمع الى عرض تقديمي لمجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية كما قام بجولة تفقديات شميلة عددا من الشركات منها الشركة بايكار وكذا زيارة مقر القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية